لقصوة مارسيل كولر على جزوالدو فريرا يعني كيف كانت المواجهة من وجهة نظركم وأعتقد أنه التجربة الأساسية يعني صحيح الرجل قدم أوراق اعتماده وقدم عروض قوية في الدوري وفي دوري الأبطال بس الناس كانت مستنينها تشوف مارسيل كولر في مباراة السوبر تحديدة شوفتوه ازاي كيف كانت المواجهة هبتدي الأول يا الله فاروق خلينا يعني حلو مصطلح القصوة ده جيب وقته في صراحة لأن اللي شوفناه في المباراة يعني احنا شوفنا تقريبا مش هنقول وان سايد جيم آه كان فيه تواجد للنادي الزمالك لكن الأهلي كان باين من الدقاءة الأولى أنه هو المتسيد المستحوز على الكرة زي ما قلنا أن الأهلي هيبدأ يباوى المستحوز على الكرة نادي الزمالك بأسلوبه المعروف كان بيدور على كرة سبتة أو خطف هدف لكن شوفنا إزاي مارسيل كولر كان داخل المباراة قاري كويس نادي الزمالك أفل الجبهة بتاعت إمام عشور وفتوح وزيزه تماما وأكرم ما شاء الله كان في المباراة لأول مرة أحس أنه الناس يعني مركزة قوي في التاكتك بتاع المديرين الفنين في المطش ده يعني كان واضح قوي أن فيه مواجهة فنية من العوالة التجيل بينزيز وعبدو فريرة وخد بالك فريرة سبق يعني بالأهلي بالنسبة له كتاب مفتوح رجل لعب مع العب وخفز اللاعبته وعرف كل لعب ليه وعليه مارسيل كولر ممكن يبقى شاف شرايط بس الشرايط في النهاية قصة وإنك أنت تبقى عشت الموقف وتبقى نزلت وقفت على أرض الملعب عملت كوتشنج قصة تانية خالص فبالتالي الصعوبات أكتر كانت في كافة كولر أكتر منها في كافة فريرة وما حسناش أنه ده أول ديربي بالنسبة لمرسيل كولر فواضح أنه عنده خبرات كبيرة جدا وأعتقد أن اللعيبة في الملعب بترجم توتر المدرب لو المدرب متوتر أو عنده أفكار كتير ودايما قبل المباراة بيدخل أفكار كتير وبيتكلم كتير وده بيظهر في الملعب بتوتر اللعيبة نفسها لا ده ما حصلش وكان واضح أن فيه هدوء وكان فيه تركيز ماهي الحاجات اللي حست أنه فيه تفوق واضح فيها من كولر على حساب اليقى البدانية رقم واحد رقم واحد وده بيترجمه الشروط الثاني وفرق المستوى الكبير جدا في الشروط الثاني ما بين نادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي ولعبة نادي الزمالك كان النادي الأهلي حاضر للدقاء الأخيرة وكان قادر أنه في الدقاء الأخيرة بهدف كريم فؤاد كان قادر أنه يسجل هدف واثنين وثلاثة في المساحات اللي اتفتحت كان واضح جدا أنه ما فيه رد فعلا من نادي الزمالك وأنا أعتقد أنه كان السبب فيه وعامل اليقى البدانية اللي كان واضح لعبة النادي الاهلي تمركز كريم فؤاد الرائع اللي لازم نشيد بفكر مارسل كولر في التمركز ده انه هو لقى لاعب مش هيبه موجود في مركز الظاهير الايمن وعنده قدرات هجومية كبيرة جدا عشان برضو احساسي ده توقع مش معلومة دي وجهة نظرة شخصية انا شايف ان الحتة دي الراها او اللي زقها لميستر كولر سامي امصان ممكن ان يعني سامي كان شايف ده في كريم طبعا الراجل اكيد يعني شايف وبرضو مش هيسمع كلامك يعني اكيد جرد اكيد شايف لان سوارش كمان كان بيعتمد على كريم فؤاد في الوينج رايت ساري وكبتن سامي امصان كان موجود ساعتها ساعة سوارش هو اول حد عمل كريم فؤاد كوينج رايت فممكن يكون هو فعلا اللي نقالها للكولر تبديلاته رايته للمطش تعامله مع تغييرات فريرة شفتها ازاي خالد يعني انا انا عارف انه انا موجود في القناة الاهلي بس انا لازم اشير لحاجة مهمة جدا انه على الرغم من الهجمة دي ما عرفش ضعت ازاي اول فرصة خطيرة اول فرصة في المطش اول فرصة خطيرة صحي لازم اشير لحاجة مهمة جدا انه كولر اتعامل مع المباراة ما قبل المباراة بذكاء شديد جدا من ناحية اغلاق المفاتيح اللعب اراية خطة فريرة بشكل مميز ازاي يقفل على الجبهة اليمين تحديدا اللي هي شمال الاهلي فادة واجبات دفاعية اكتر لعلي معلول وبقى في حرية حركة لحمد عبدالقادر التفاصيل اللي هي ما قبل المباراة كلها ارتفوق فيها ولكن خليه ما نقفلش حاجة مهمة جدا انه اللي سهل المباراة القصوى اللي كنت بتكلم عليها اللي سهل المباراة هو الجمود الفكري بتاع فريرة في تنفيذ خطة لا طليق بطريقة الزمالك او بلعبت الزمالك في تطبيق 3-5-2 الزمالك مميز جدا في 3-4-3 في 4-3-3 ما عنديش مشكلة في الاتنين 3-5-2 الاعتماد على زيزو بدل ما هو وينجي مين او حتى سيدي هتلعبه مهاجم فتلعبه في الناحية اليمين لا تلعبه مهاجم في الناحية الشمال فبتفقد كل معيار للخطورة عند زيزو الاغلاق الكامل على امام عشور ده نقطة تفوق لكولر اللي هو بيزيد اكتر فيه الوينج رايت يعني فقفل تماما الوينج رايت تمام زيزو ما حسناش به لما جاي يعمل التغييرات بتاعته طلع سيف الجزيري اللي هو الوحيد اللي ممكن يعمل مشكلة في الخط الامامي بالنسبة لاتفاع الاهلي فتمام فهو عمال فريرة في المباراة عمال يريح الاهلي شوية شوية الميزة في ده ايه الميزة في ده ايه انه لما فريرة كان بيريح الاهلي الاهلي ما كانش بيريح كلور ما كانش بيريح كلور كان بياخد منه ويعلي عليه فانت طلعتلي حمزة المثلوثي وبقتلعب باثنين سنتر بكات رحت نزلك محمد شريف تارجت مان كنت في الاول بلعب منوشات من بره محطة شادي حسين مهاجم محطة لما فتحت لي المساحة اللي ما بين البين الدفاع بقى فيه يعني فيه ممر ممكن يروح منه فرح منزل افشع عشان ينقل الكرة بسرعة او يمسك الكرة ويعطى اللعب ويستغل الفرصة وينقل الهجم للشق الامامي ونزل محمد شريف عشان يلعب على الجون فكلور تعامل مع تغييرات فريرة السيئة بطريقة رائعة اكتر من رائعة الصلاحة ويحسب الكولر اكتر ما يحسب على يحسب له كولر اه طبعا يحسب له كولر يا الفكرة يا خالد ان الحتة اللي انت بتتكلم فيها دي جماهير نادي الزمالك قالت على فريرة عبقاري عشان بداية الموسم هو لجأ ان هو يغير الخطة ويخترع مكان جديد لحمد سيد زيزو بتحركه للجانب الايصر وفتح امساحة بتحرك فيها امام عشو انت متفق مع ده متفق معك جدا بس اقولك بقى كولر عمل ايه في الحتة دي بالذات هو اكرم موجود بس اكرم ما كانش بيلعب ظهير اكرم كان بيرجع معاه طاهر عشان هو عارف ان زيزو هياخد التحرك العرضي ويفتح المساحة بحيث ان هو في لعب هيمشي وراه ويفتح معاه مساحة لكن مستر كولر طرب من لعبة ان هي تبت مركز زي ما هي وطاهر هيرجع يبقى موجود في الظاهير الايمن واكرم هيتسبت مكانه وما بين متولي وما بين طاهر هيبه موجود دايما يقابل امام عشور في التحركاته اللي موجودة في الحتة دي عشان كده امام عشور في بداية الشوت الاول لما كان بيتحرك كان بيلاقي دايما اكرم في وشه وهو مش متعود ان الظاهير الايمن هو اللي هيقابله على فكرة وفيما يخص الجزئية دي الناس شيارت فيديو على سوشيال ميديا انه اكرم اللي انتو فرحانين بيه بص تعدي منه مرة واثنين واثنين الفكرة فيها انه كولر اعتمد على اكرم في ان هو يقفل المساحة مش على ان هو يستخلص بشكل مباشر بدل ما يفضي المساحة كلها او بدل ما يسمح انه الهجمة توصل لحد اخر قط عند النادي الاهلي لأ انا هقفلك الحتة دي هجبرك ان انت تخش بشكل عرضي وزي بالضبط فارق ما كان بيقول طاهر هو اللي بيرجع قفلت عليك اول ما بتحود عشان تدخل بشكل عرضي بتلاقي حمدي فتحي وبتلاقي طاهر وبتلاقي عمر السولاي بتلاقي كومبينا معمولة عليك فبالتالي اغلق تماما الحتة بتاع التميز زيزو اللي كان المفوضنة هي بقى مميز فيها بصورة على فكرة حتى مش مميز فيها قدام الفرق التانية الغريبة ان انت بتكرر نفس اللي عملت وماتش اللي عبليها على طول وفي اوقات كتير جدا حاجات هنا او المقاييس هنا او المعيي اللي انت بتقيمة اساس صحية تجيب لك يعني اللي انت بتشوفه تتبع بيها تجيب لك حالة من حالة التواهان يعني ما تبقاش فهمي الناس دي مع ولا ضد الناس دي صح ولا غلط اللي بتقال عليه في لحظة عبقرية ممكن او الطريقة يعني مش بكلم على الشخص تقال عليه في طريقة عبقرية ممكن في نفس اللحظة تانية او نفس الناس اللي اهم بتقولك اخطأ وخطأ فادح وكان سبب وكان هي هي نفس القصة وهي هي ومشكلة هم هم نفس الاشخاص حاجة اخيرة بس هقولها لما تقال ان فريرة عايزين الجماهير تشوفه في الشوت التانية يبقى عامل زي لو اتأخر في النتيجة اتأخر في النتيجة هو ده اللي حصل الزمالك مش عارف يعمل هجمة مش عارف يعمل باس اللعبة مش قريبة من بعض الخطوط متبعدة على فكرة قبل ماتش السوبر هو ده نفس الكلام اللي انا قلته وهو ده اللي انا طبقته عمليا او فعليا على موجهتين الزمالك السموحة وسيراميكا في الناس انا مع الحرامي الشديد